اشتركوا في القناة احنا بقلنا خمس ساعات بنشتم في الرجالي انا زهقت ما تيجي ندي عليهم شوية ده الدعاء ده عايز يوم من اوله الاربعة وعشرين ساعة كده يبقى متركزين في الدعاء وبس اوكي سيبيني اشتم فيه اول خبر مشتريندي معنا النهاردة هو عن الدكتور مارك وزاكي استاذ وكلية صيد الله جماعة المانيا واللي فاز بجائزة نيوتن عن البحث اللي عملوا عن الجين المسبب لسرطان الكبد الجائزة دي قمتها المادية 200 ألف يورو اتبرع بنص الجائزة دي لتطوير معامل الصيدلة في كلية صيدلة وبالنص التاني حيعمل أبحاث عشان يقضي بها تماما على مرض سرطان الكبد يارب نلاقي دكتور مارك وزايه هم دول الترينداد طبعا بتقول كده عشان هو راجل لا هو ياريت ستة أو راجل بس نعمل حاجة كويسة طب لو سمحت ما يكش دعو بالترينداد بتاعتي ودي ترينداد سلمتي نفسك للسوشيال ميديا متهورة بس بحبك لكن رد تامر حسني على بسمة بوصيل بعد ما علنت انفصالهم على انستجرام ردت على طول وقالت له أنا فعلا اتهورت بس علشان بحبك وتم الصلح وخلص الموضوع ده كان تامر حسني ولا تامر عشور ولا تامر ابو حجر لا بس تامر عشور بقى زوجته برضو على انستجرام علالة انفصالهم وقامت ضجة كبيرة جدا وطلعت ردت قلت ان ده مش هيقلل من احترامهم لبعض خصوصا ان فيه بنت بينهم اسمها ايامي بس بقى بالنسبة للمصطفى ابو حجر انا مش هجيب سرطه النهاردة بس عشان اليوم العلامي للراجل انا مش هرد عليك هنادي رد انت تاني خبر مشتريندى معنا النهاردة وعن المهرجان التالت للقفز الحر بالمظلات واللي اقيم في الفترة من 6-11 نوفمبر فوق صفح الهرام كل قفز بالمظلات كان بيقفز بعلم بلده من ضمن الناس اللي قفزت كانت شيخة احمد اول اماراتية تقفز بالمظلات فوق صفح الهرام كل الحب وكل الدعم لكل السيدات وعلى فكرة اول سيدة تقفز بالمظلات في مصر كانت السيدة فاطمة عمر وديك ست برس عدية وكانت كمان بتضرب نار مش بقولك كل الحب وكل الدعم عشان تعرف ان احنا عندنا عدالة ومعندناش مشكلة ستة او راجل المهم يكونوا عمروا حاجة كويس تالت خبر تريند معنا النهاردة هو فوز منتخب مصر والأوليمبي 2-1 على البرازيل في الدورة الودية وكمان فوز منتخب مصر على توجه 3-1 في تصفيات كاسر المهم الأفريقي وبكده مصر بتتصدر بـ 8 نقاط مع جزر الأمر تالت خبر مش تريند معنا النهاردة هو عن الهبد والهبيدة الناس اللي بتعمل حكايات وروايات عن المشاهير والفنانين والحكايات دي ملاقاش اي علاقة بيهم في الحقيقة يعني نصب في نصب ايه ده هو فين الخبر يا طيب؟ هو مش خبر على قد ما هو وجهة نظر ورأي قبل ما ننشر الخبر نتأكد من صحته وكمان نتأكد من حقيقة الناس اللي احنا بنتبعهم بعضهم بيبقى نصاب وبعضهم ممكن يقزي أزية جنجة رابع خبر تريند معنا النهاردة هو عن ذكر ميلاد الفنان أحمد زكي كل الفنانين نشروا صور معاه سواء شخصية أو من أعمال بس من أكتر الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا صور ليه مع المخرج طارق العريان اللي كتب على الصور انت مش بس صديق النجاح انت كمان صديق عمري كل سنة وانت طايف في الجنة تلوي مات أجان رابع خبر تريند معنا النهاردة هو عن مسلسل أبواب الخوف المسلسل تم انتجه من سنوات وكان بطولة عمر واكد وجامل رياتنا منتج المسلسل عمر قورة أعلن انه هيعمل جزء تاني لمسلسل وطلب من الناس ان هم يرشحونه بطل جديد بعد ما عمر واكد نداهته نداها بس أنا يا طارق عايزة أعرف ليه ممكن منتج بعد السنين دي كلها يقرر يعمل جزء تاني من نفس المسلسل هو بيقول ان ده مش بسبب نجاح مسلسل موراء الطبيعة بس أعتقد ان هو ده السبب بس أنا بحس ان الجمهور مصر ملوش قوي في مسلسلات الرعب بالعكس السنين اللي فاتت كان فيه أكتر من مسلسل الرعب وأنا شخصاً برشح لك مسلسل العنكبوت بطولة محمود المليدي وعزة العليلة وتأليف مصطفى محمود أنا هتفرج عليها عشان مصطفى محمود بس مش عشان انت قلتلي يا رب تخافي خامس خبر تريند معانا النهاردة هو وفاة الفنان في عزب بعد صراع طويل مع المرض خالص التعازي للأسرة وللوسط الفن خامس خبر تريند معانا النهاردة هو عن المخرج سامح علاء واللي فاز بجائزة للصحف الزهبية في مهرجان كانت في فيلمه 16 الخبر ده مش تريند بس ممكن يبقى تريند استنونا